عزيز المشاهد أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج علامات الأزمنة في برنامجنا بنتناول سفر الرؤية السفر اللي مليء بالألغاز السفر اللي مليء بالرموز السفر اللي فيه ناس كتير قوي بتشوفه صعب وفيه حاجات كتير صعبة ومبهمة احنا في برنامجنا بنشرح هذا السفر بطريقة سهلة بطريقة مبسطة وزي ما قلنا في حلقات سابقة بعض الناس بتشوف سفر الرؤية أنه سفر مرتبط بأحداث تاريخية معينة حدثت في القرون الأولى من تاريخ الكنيسة وقصته انتهت عند هذا الحد وفيه ناس كتير بتفسر سفر الرؤية على اعتبار أنه سفر مستقبلي يتحدث عن نبوءات يتحدث عن أمور مستقبلية ولا يمت للواقع بالصلة ولا يمت لتاريخه أو لتاريخ كتابته بأي صلة لكن احنا في برنامجنا احنا لنا نظرة محايدة نظرة موضوعية بنفسر سفر الرؤية في ضوء سياقه التاريخي والحضاري وكمان بنشوف النهاردة وإحنا بنعيش على اعتاب القرن الحادي والعشرين ماذا يعني سفر الرؤية بالنسبة لنا يسعدني في هذه الحلقة أن أرحب بضيفي الكريم نيافة الأسخف الدكتور الأنبة مكسيموس أهلا وسهلا بنيافتك معنا أهلا بيك وكل المشاهدين جنب الأسيس أهلا أهلا في الأسبوع اللي فات بدأنا نتكلم عن المرأة والتنين اللي ورد ذكرهما في سفر الرؤية أصحاح 12 أحب أن السادة المشاهدين علشان يكونوا بيتابعوا معنا وبيكونوا بيتابعوا شرح نيافة الأنبة مكسيموس لسفر الرؤية يكون معاهم كتاب مقدس أنا هقرى الجزء المتعلق بالمرأة والتنين فكويس أنك تكون بتتابع معنا عزيزي المشاهد بيقول الكتاب المقدس كده وظهرت آية عظيمة في السماء امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من إثنى عشر كوكبا وهي حبلة تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد وظهرت آية أخرى في السماء هو ذات النين عظيم أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى رؤوسه سبعة تيجان وذنبه يجر ثلث نجوم السماء فترحها إلى الأرض والتنين وقف أمام المرأة العتيد أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولد فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعولوها هناك ألفا ومائتين وستين يوما وحدثت حرب في السماء ميخايل وملائكته حاربوا التنين وحارب التنين وملائكته ولم يقووا فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء فطرح التنين العظيم الحي القديم المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء الآن صار خلاص إلى هنا وخدرته وملكه وسلطان مسيحه لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت من أجل هذا افرحي أيتها السماوات والساكنون فيها ويل لساكن الأرض والبحر لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم عالما أن له زمانا قليلا ولما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض اضطهد المرأة التي ولدت الإبن الذكر فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية إلى موضعها حيث تعال زمانا وزمانين ونصف زمان من وجه الحية فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنهر لتجعلها تحمل بالنهر فأعانت الأرض المرأة وفتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنح حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح نيافة الأنبى مكسيموس قبل ما ندخل في حلقتنا النهاردة يريد نيافة اكتدينا ملخص سريع للي احنا ذكرناه في حلقة الإسبوع الماضي حول هذه المرأة من تكون والتنين من يكون اللي احنا اتعرضنا ليه في الأسبوع الماضي هو اننا شرحنا ان هذه المرأة هي الكنيسة وان الكنيسة هي التي تأنه متمخضة وده هو التعريق التعبير نفسه اللي استعمله الرسول مولوس في رمية 8 الفقرة اللي بتبتدي من عدد التمنتاشر عن استعلان أبناء الله ان الخليقة تأن متمخضة فالكنيسة بتجاهد وبتأن وبتتمخض لكي يولد استعلان المسيح الآن هنا في سفر الرؤية هو يتحدث عن أنها والدت ابنا ذكرا ويصف بأن له سلطان أن يرعى الأمم بقضي من حديد هذا الوصف ينطبق على المسيح له المجد ومن هنا فإن البعض يعترض يعترض كيف ترد كنيسة المسيح لأن المسيح هو الذي يلد كنيسة الاعتراض في محله ما لم نقرأ سفر الرؤية نفسه ونكتشف أن هذه العبارات التي قيلت عن المسيح لو المجد في المزمور التاني سلني فأعطيك الأمم ميراسك وأقاس الأرض سلطانا لك لترعاهم بقضيب من حديد ومثل آنية الخزف تكسرهم إن هذا النص تماما اتقال في سفر الرؤية في الإصحاح التاني على لسان ملك المجد أن من يغلب فسأعطيه سلطانا على الأمم ليرعاهم بقضيب من حديد فإذن هنا نحن نتكلم عن مخاضي كنيسة الذي يخرج منه الغالبين وهؤلاء الغالبين هم اللي هيتحقق فيهم افتداء الأجساد هم اللي هيتحقق فيهم استعلان ظهور المسيح واستعلان ظهوره الذي الذي سيعد البشرية لاستقبال مجيء التاني وهو بعين الإيلية المزمع أن يأتي في سفر ملاخي أنا إذا أرسل إليهم إليه قبل أن يجي يوم رب العظيم الشهير فإليه هنا نفس الرمز لأن المسيح لو المجد برضو قال عن يحن المعمدان هذا هو إليه المزمع أن يأتي إن أردتم أن تقبله زكريا كان قال برضو في نبوته في أثناء ولادة يحن المعمدان بعد ولادته يعني وأنت أيها الصبي تتقدم أمامك رب روح إليه فإذا نحن أمام حالة متفوقة على الحالة الإنسانية عبرت عنها النبوات في القديم بإليه وعبر عنها العهد الجديد باستعلان أبناء الله تمام فبدون هذا الاستعلان فسنصير في مأزق كبير جدا لأنه حالة الارتداد اللي صار إليها العالم اللي صارت إليها البشرية والحصار اللي عمله الشرير على كلمة الله ومظاهر كثيرة أخرى للارتداد ما لهاش حل إلا استعلان ابن الله اللي هو هيحصل في هذا الابن الذكر في هؤلاء الذين تتمخد بهم الكريسة في هؤلاء المؤمنين الغالبين وليس هو مجيء ملك المجد الثاني هذا استعداد هذا ظهور مجيء الذي سيعد الأرض أن يظهر في هؤلاء طب وإيه حكاية التنين بقى العظيم دوة اللي هيكون عظيم وأحمر وليه سبع رؤوس وعشرة قرون وعلى رؤوس سبع التيجان وعنده ذنب هيجر به ثلث نجوم السماء ويترحى للأرض التنين هو الشيطان مستخدما أدواته البشرية وأدواته البشرية وصفها صف الرؤية بالوحش الصعد من البحر والوحش الصعد من الأرض هذه كلها يعني يفتك كده بتقول يعني يفتك كده بتقول أن التنين هو نفسه الوحش الصعد من البحر هو نفسه الوحش الصعد من الأرض وكلهم إشارات إلى إبليس إشارات إلى إبليس مع تفاصيل التفاصيل هي أن إبليس وملائكته يعملون من خلال أدوات بشرية وهنا أحب ألفة نظر المشاهد العزيز أن سفر الرؤية بجملته بيتكلم عن الصراع بين المسيح والشرير من خلال الكنيسة والوحش وأبناء الشرير الكنيسة هنا هي اللي هتبقى في مقدمة أو مواجهة الصراع وحاضر فيها ومعضد لها الملك المسيح مستخدما هذه الأدوات البشرية في مواجهة الشرير هو الذي يعمل هو الروح الذي يعمل في أبناء المعصية اللي هم اللي هم الوحش اللي خارج من البحر والوحش الخارج من الأرض الغلطة الكبيرة اللي تربع عليها معظم المؤمنين أنه حينما أتوا إلى المسيح بإيمان نالوا بالنعمة عطية غفران الخطايا ودخلوا في خلاص المسيح ما عملوش حاجة يعني ما عملوش حاجة هم أمنوا وقبلوا أن يسلموا حياتهم ليه فخلاص المؤمنين اتبرمغوا على كده إن ربنا اللي هيعمل لهم كل حاجة فسيف الرؤية بقى بيقول لا المعركة فيها كلام تاني الكلام التاني هو إن الكريسة هي اللي هتواجه الوحش المسيح حيواجه بيهم بالكنيسة بجماعة المؤمنين وهنا الفخ الكبير اللي ممكن يعصر فيه مؤمنين كتير اللي هو إيه اللي هو طول عمره بيقول إن جدني يا يسوع بتجيله النجدة اقبلني يا يسوع بيقبله وهكذا دي دي طريق الإيمان كما تعلم وكما عاش وكما اختبر فييجي في وقت المعركة الحرب مع إبليس وعايز يطبق نفس الطريقة فيلاقي المفتاح اللي هو فتح به قبل كده ما بيفتحش النهاردة فيعصر انت سيبتيني ولا إيه يا رب طب هنا في كلام بقى عن الإبن بيقول فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد أولا كلمة عتيدا فيها إشارة إلى أمر مستقبلي من الضبط وإيه معنى بقى أنها يرعى جميع الأمم وحكاية العصا من حديد دي هذا كلام مهم برضو جنابك لابد أن نشرحه المسيح له المجد قال عن الشرير قبيل الصليب أنه رئيس هذا العالم وهناك إشارات أخرى في العهد القديم عن هذه الرئاسة على العالم زي في سفر دانيال تمام وبعد كلمة أنه رئيس هذا العالم قال الرب رئيس هذا العالم يطرح خارجا طبعا وهو زاهب إلى الصليب فالمعنى واضح أنه بصليبه سيطرح من رياسته إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا بالصليب ده كلام رسول بولوس تمام فكلمة جرده هنا هي التعبير العسكري لتجريد الزابط أو القائد من ردبته من سلطانه فهو أبطل سلطانه وطرحه إلى خارج ومن ثم فاللي عايز أخرج بيه من النقطة دي أنه قال عنه رئيس هذا العالم الحاجة التانية الرسول بولوس أضاف على التعبير جملة أخرى تشرح لنا مزيد من الفهم الرئيس سلطان الهواء هو رئيس هذا العالم ورئيس سلطان الهواء يعني يبقى رئيس سلطان الهواء هو يحكم العالم البشر اللي تحت دول من فوق هذا هو معنى أنه رئيس سلطان الهواء هو يتمكن ويملك من فوق من أعلى الآن بعد ما الكنيسة كذبت حربها معاه في بدايتها ومن هنا بقى تشوف الرموز اللي عجيبة في سفر الرؤية اللي البعض وقف عندها وما كملش اللي هي إيه أن الإمبراطورية الرومانية هي الوحش نعم في ذلك الوقت كانت الإمبراطورية الرومانية هي الوحش تماماً والنعارضة الإمبراطورية النظام العالمي الجديد هي الوحش اللي هي القوة التي تعادي عمل الله وكنيسة المسيح بالزبط بالزبط فالإمبراطورية الرومانية دخلت في حرب مع الكنيسة الحرب قعدت سنين طويلة في الآخر في النهاية الكريسة كسبت المعركة ولما كسبت المعركة أسقطت الشرير وخدت هي الإمبراطورية الرومانية إن في ناس كتير من الإمبراطورية الرومانية عرفوا المسيح بما في ذلك الإمبراطور بما في ذلك الإمبراطور وأصدر قسطنطيني الكبير مرسوم ميلان للتسامح الديني سنة 315 ولأول مرة في التاريخ تعتبر المسيحية هي دين الدولة الرسمي دين الإمبراطورية هذه أعتقد كانت نقطة سلبية في التاريخ هي كانت نقطة سلبية بسبب إساءة استخدام الأساقفة للنعمة النعمة التي منحت إليهم آه فبدل ما يملكوا مع المسيح أي يملكوا المسيح بالأسف حصل حاجات تانية وده اللي إحنا مش عاقا في ناس داخلت المسيحية سوريا كده طبعا عشان ياخدوا الجنسية وكأن النهاردة يعني معاها الجنسية الأمريكية دي مشكلة دي مشكلة الكليسة بقى ومشكلة الأساقفة بتوع الكليسة اللي دخلوا طلعوا من من تحت الاضطهاد إلى الرحرحة الإمبراطورية ومن هنا حدث ما حدث لكن المؤمنين المخلصين اللي عاشوا صلوا في الكاتاكومز في المقابر هم اللي قادوا المواجهة والغلبة وكسبوا الإمبراطورية نفسها طب هنا برضو في كلام يعني أعتقد السادة المشاهدين محتاجين يعني يعرفوا تفسيره لما هنا في كلام عن ولدها يقول الكتاب اختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعلوها هناك 1260 يوما إيه بقى حكاية ولدها اختطف إلى الله والمرأة هربت للبرية وإيه قصة 1260 يوم دولا احنا اتفقنا دلوقتي أن المرأة هي الكنيسة تمام وأن هذا المخاض سيلد هؤلاء الغالبين تمام اللي هما الابن الذكر هؤلاء الغالبين جزء من الكنيسة بس ليسوا هم كل الكنيسة تمام نرجع بقى للكلام اللي اللي أرناه مع بعض عن الشاهدان ما هو ده بيرمز للشاهدين برضو أي اللي هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الجنود فهذا 24 ساعة فوق في عرش الله على جان الابن القدوس يبقى مستعلم فيهم 24 ساعة فلن يتحقق استعلان الابن فيهم أو يكمل إلا بحركة أخذهم طبعا بعقلهم وقلوبهم لكن الجسد حيب فاضل في الأرض يبقوا عقليا وقلبيا قائمين أمام العرش طب والكنيسة هتهرب بيقولك المرأة هربت إلى البرية الزيت هذا بقى إشارة إلى حركات الهجرة اللي الكنيسة مرت أو تمر أو ستمر بيها هربا من الشر طبعا تهرب فين يعني ده حصل كتير جدا ومن من من أكتر الزواهر في التاريخ الهروب اللي حصل للمؤمنين في بعد صورة الإصلاح من أوروبا إلى أمريكا وطبعا ده مشي النموذج الوحيد النموذج متعددة ده ابتدت من خراب أرشاليم ابتدت من خراب أرشاليم متى رأيتم ها رجسة الخراب فهربوا وهكذا هرب كان أول نزوع وأول هروب للكليسة كان هربها من أرشاليم إلى القرى الجبلية حول أرشاليم عشان يهربوا من الحصار اللي كان لسه جاي اللي هو حصل في عهد الامبراطور الروماني راقل اللي انتهى بفتح أرشاليم نفسها وهدم الهي كان فالإشارة إذن هنا إلى حركة الهجرة للكنيسة في مواجهة الظلم والاتهات عزيز المشاهد احنا لازلنا بنستكمل حوارنا حوالين سفر الرؤية لأصحاح 12 بدون شك حوار الأنبى مكسيموس أثار عندك تساؤلات بالتأكيد هذا الحوار أثار عندك تعليقات مداخلات اعتراضات يسعدنا أن نرحب بجميع أسئلتك بجميع مداخلاتك بجميع اعتراضاتك تقدر ترسلنا على عنوان البرنامج اللي ظهر قدامك على الشاشة تقدر تتصل بنا على تليفونات البرنامج اللي ظهر قدامك على الشاشة يسعدنا عزيز المشاهد أن نكون بنتواصل معنا كلامنا حوالين المرأة والتنين لسه مخلصة لكن هنخرج فاصل للحظات ونرجع خليك معنا عزيز المشاهد اوعى تروح مكان تاني ترجمة نانسي قنقر